الولايات المتحدة تدخل مياه شرق المتوسط والهدف تأمين مصالح الأمن القومي الأمريكي حسب إدارة الرئيس جو بايدن فقد أعلن أسطول العمليات السادس الأمريكي إن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات دويت أيزنهاور دخلت شرق المتوسط قال الأسطول في بيان له إن المجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية وإن عددا من سفن المجموعة دخلت قاعدة بحرية يونانية على جزيرة كريت هذا التحرك هدفه لا يقتصر على الاشتراك في التدريبات فقط فمن المقرر أن تبقى حاملة الطائرات أيزنهاور في البحر المتوسط لبعض الوقت لإجراء مناورات أخرى مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف النيتو كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن واشنطن ستحافظ على قوة عسكرية لجهة القواعد الثابتة أو القوات المتحركة مثل إرسال القوة الضاربة من القاذفات وهي جزء من تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي حول العالم أيزنهاور تعد من أضخم السفن الحربية في العالم وهي ثالث حاملة طائرات من نوعها تعمل بالطاقة النووية سميت على اسم الرئيس الأمريكي الرابع والثلاثين دويت آيزنهاور يبلغ وزن الحاملة العملاقة خمسة وتسعين ألف طن وتوفر للطائرات الجاسمة على متنها القدرة على تنفيذ عمليات بحرية وأمنية من خلال مدرجها الذي يبلغ طوله نحو ثلاثمائة وثلاثين مترا آيزنهاور مزودة بصواريخ ومدمرات وثمان واربعين مقاتلة من نوع سوبر هورنت كما تحمل طائرات حرب إلكترونية وإنذار مبكر ترافقها غواصة نووية مزودة بصواريخ توماهاك مداها ألف وخمسمائة كيلو متر كما ترافقها طرادات ومدمرات بحرية مساحة آيزنهاور تضاهي تقريبا ثلاثة ملاعب كرة قدم وتضم اثنين وعشرين طابقا تقل على متنها خمسة آلاف شخص بدأت رحلتها الأولى عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين شاركت في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النصر خلال أزمة راهاء إيران عام الف وتسعمائة وثمانين أيضا شاركت آيزنهاور في حرب الخليج في التسعينيات ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان ترجمة نانسي قنقر